أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اليوم برنامج تحول التكنولوجي في القطاعات ذات الأولوية على المستوى الوطني وفي إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز استدامتها وتنفسيتها على الصعيد العالمي وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم أطلقنا برنامجا وطنيا لتسريع وطيرة التحول التكنولوجي في القطاعات الصناعية والإنتاجية البرنامج يستهدف تطوير ألف مشروع تكنولوجي ويتضمن إنشاء مراكز وطنية للتمكين الصناعي ويهدف لتصدير منتجات تكنولوجية إماراتية متقدمة بقيمة 15 مليار درهم سنويا هدفنا نقلة نوعية لأتمتة الصناعة وأكد سمو أن التوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الصناعات والمشاريع ركيزة أساسية لتطوير اقتصادنا الوطني بالشراكة مع القطاع الخاص ودولة الإمارات تمثل مركزا عالميا في مجالات البحث والتطوير والابتكار في تكنولوجيا المستقبل وأضاف سمو من خلال التكنولوجيا المتقدمة نرى فرصا لتحقيق أولوياتنا الوطنية وطموحاتنا للخمسين عاما القادمة البرنامج سيكون ممكنا لمطوري التكنولوجيا ورواد الأعمال والشركات التكنولوجية الناشئة لتجريب التكنولوجيا في الإمارات والانطلاق منها لمشاريع تحولية عالمية ذات أثر ملموس جاء يطلاق البرنامج خلال فعالية خاصة في قصر الوطن في العاصمة أبو ظبي بحضور أصحاب السمو والمعالي حيث قدم كل من معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة عرضا أمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم حول برنامج التحول التكنولوجي وأهدافه ومبادراته إضافة إلى الإنجازات التي تم تحقيقها عبر تبني وتطوير التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي ترجمة نانسي قنقر